تحولت أجهزة أمن الدولة والبوليس السياسي في العالم العربي إلى نقمة على أنظمتها فقد أججت مشاعر الغضب في الشارع بدلا من ضبط الأمن وتوفير الحماية للحكومات هكذا بدى المشهد في الشارع منذ بدأ الثورة تونس ثم مصر أجهزة أمن الدولة والاستخبارات والبوليس السياسي ظلت لسنوات طويلة تسوم شعوب العربية سوء العذاب وظلت تتضخم يوما بعد آخر على حساب غيرها من أجهزة الدولة لكن ثورات الغضب الشعبي التي تشهدها الشوارع العربية قد تعني أن هذه الأجهزة ربما فشلت التظاهرات المليونية التي شهدتها مصر وتونس في الأيام الماضية صبت جام غضبها على وزارات الداخلية وأجهزة أمن الدولة والمباحث والبوليس السياسي بما يؤكد أن هذه الأجهزة كانت سببا في إشعال الغضب دون أن تساعد في إخماد الثورة في مصر مثلا تضخمت أجهزة الأمن بما جعلها تتفوق في عددها على قوات الجيش الوطني إذ يفوق تعداد عناصر الأمن المركزي 325 ألف عنصر مسلح ومدرب تم تزويدهم بأحدث الآليات والأسلحة المستخدمة في حرب الشوارع أو تلك المستخدمة في قمع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية أما في تونس فقد دارت أعنف المعارك في محيط وزارة الداخلية التي بدت كقلعة حصينة يريد المتظاهرون إسقاطها بعد أن ظلت لسنوات طويلة رمزا للقمع والتعذيب والاعتقال السياسي وفيما يسجل العرب هذه الأيام أول ثورات التحرر الحقيقية في تاريخهم فإن السؤال الذي يظل مطروحا هو هل ستتعلم الأنظمة السياسية المتبقية الدروس والعبرة من تلك التي سبقتها وانهارت وهل ستظل أجهزة الأمن والاستخبارات على سطوتها وحالتها بعد أن ساهمت في إسقاط بعض الأنظمة بدل حمايتها الله أكبر